الحمد لله رب العالمين و أصلي و أسلم على المبعوث رحمة للعالمين و على آله و صحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الإخوة و الأخوات في هذا البرنامج المبارك مع هذه الوجوه المباركة في هذه الشاشة المباركة و أسأل الله عز وجل بمنه و فضله و كرمه أن يوفقنا و إياكم للطاعات و يجنبنا و إياكم و يجنبنا الذنوب و المعاصي و السيئات إنه ولي ذلك و القادر عليه اللهم علمنا ما ينفعنا و أنفعنا بما علمتنا و زدنا علما و عملا و إخلاصا و يقينا لك يا رب العالمين لازلنا و إياكم في هذا البرنامج المبارك ليطمئن قلبي و الذي يتفكر و يتدبر في كتاب الله تبارك و تعالى و يعلم أن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب لأن يحفظ لأن يقرأ لأن يدرس لأن يتعلم ذلك المسلم منه لأن يعلم المسلم إخوانا في هذا الكتاب المبين ما فيه من أحكام و تشريعات و قصص و غيرها و آداب لابد للمسلم أن يتفكر فيما يقرأ و كما قلت في حلقات سابقة نحن لا نقرأ هذه الأمة الإسلامية لا نقرأ مجلات و صحف إنما نقرأ هذا الكتاب بعضنا يقرأ القرآن كأنه يقرأ جريدة أو يقرأ مجلة أو تغريدة يدور عليها و يسرع و يتصفح هذه الورقات كأنه يتصفح جريدة لماذا؟ و لا يجد راحة في قلبه مع أنه يقرأ ربما جز و جزئين في اليوم لكن هناك سبب أنه لا يتدبر كلام الله عز و جل لا يتفكر كلام الله عز و جل كان ابن عمر و ابن عباس و غيرهم و ابن مسعود أيضا كانوا لا يقرؤون القرآن أو لا يتجاوزون عشر آيات كما جاء عنهم لا يتجاوزون عشر آيات إلا حفظوها و تدبروا هذه الآيات و تفكروا في هذه الآيات و علموا ما مراد الله عز و جل من هذه الآيات لماذا ذكر الله عز و جل هذا الحكم في هذه الآيات هنا يستفيد هذا العبد يستفيد هذا المسلم حين يقرأ القرآن لماذا نسمع مثلا قال يقرأ القرآن و يتأثر في بعض الآيات و ربما أنت بالذات تقرأ هذه الآيات و تحفظ هذه الصورة و لا تتأثر لأن السبب لم تتدبر هذه الآية لم تعرف سبب نزوله هذه الآية لم تتمعن في هذه الآيات و النبي عليه الصلاة و السلام كان يحب أن يسمع القرآن من غيره و لذلك قال أحد الصحابة كنا نسمع أزيز يعني بكاء شديد و خفيف بينه في صدر النبي صلى الله عليه و سلم حين يقرأ و يصلي بالصحابة لماذا؟ لأنه كان يعيش مع هذه الآيات يتفكر و يتدبر عليه الصلاة و السلام هذه الآيات بل أعظم من ذلك كان النبي عليه الصلاة و السلام يريد أن يعلم الصحابة كيف يتأثرون في القرآن كيف يتعلقون بكتاب الرحمن ها هو النبي عليه الصلاة و السلام يوما و هذا كله انطلاقا من قول الله عز و جل أفلا يتدبرون القرآن و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا النبي عليه الصلاة و السلام كان يوما من الأيام مع ابن مسعود كان يوما من الأيام مع ابن مسعود فقال ابن مسعود فقال لابن مسعود النبي عليه الصلاة و السلام قال لابن مسعود اقرأ علي القرآن فما هو رد ابن مسعود للنبي عليه الصلاة و السلام هذا ما سنعرفه بعد هذا الفاصل اليسير ابقوا معنا اشتركوا في القناة لا زلنا وإياكم في رحاب قول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقفنا قبل الفاصل عند موقف وقصة لابن مسعود يقول ابن مسعود قال لي النبي عليه الصلاة والسلام انظر إلى التعليم التربوي للنبي عليه الصلاة والسلام قال يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة على كيفية يتعلقوا بكتاب الله عز وجل قال اقرأ علي القرآن وهذه رسالة لكل شيخ لكل معلم لكل محفظ أن تحفز الطلاب أن يقرأوا عليك اقرأ علي هذه الصورة اقرأ علي لو لم يريد أن يسمعها لك أو أن يكون حافظا لها أن يقرأ شيئا من القرآن هذا تحفيز أن تعلق أن تزرع هذه البذرة في نفس هذا الطالب أو هذا الحافظ الصغير قال له اقرأ علي القرآن فقال ابن مسعود انظر إلى أدب الصحابة وهذه فائدة أيضا في هذا الحديث قال يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل انظر إلى الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود فإني أحب أن أسمعه من غيري فهذه فائدة ثانية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه يقول ابن مسعود فقرأت عليه القرآن في صورة النساء حتى بلغت قول الله عز وجل بعد أربعين آية بعد أربعين آية تقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يسمع انظر يا صبر النبي عليه الصلاة والسلام على هذه القرآن فقرأ ابن مسعود صورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد بكل رسول على أمته وجئنا بك على هؤلاء وجئنا بك يا محمد على هؤلاء على هذه الأمة شهيدا يقول فقال عليه الصلاة والسلام حسبك قف عن التلاوة يقول فوقفت عن التلاوة ابن مسعود يقول فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا عيناه تدرفان انظروا إلى هذا أو هذه الطريقة التطبيقية العملية في أهد النبي صلى الله عليه وسلم يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلق ذلك القلب قلب ابن مسعود في كتاب الله تبارك وتعالى أن يعلق هذا القلب في تلاوة وحفظ وتدبر هذا الكتاب إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا شنو يبون هؤلاء شنو يرجون يرجون تجارة لن تبور يقول هنا التفسير لن تبور لن تذهب لن تخسر ما هي الجائزة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور غفور بما وقعوا فيه من ذنوب ومعاصي يغفرها وشكور انظر إلى رحمة الله وشكور يشكر لهم ما قاموا به من الطاعات في الدنيا فأي رب غفور شكور هذا يبين لنا على أن المسلم لا بد يتعلق في كتاب الله تبارك وتعالى حفظا وتلاوة وتعلما وتعليما وتدبرا حتى يلقى الله عز وجل بهذا القدر نكتفي وإلى لقاء آخر نلتقى إن شاء الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة